مصير المنطقة الأمينة الشرقي الفرات بات في ساحة الحسم وهذا ما دلت عليه الاجتماعات التركية الأمريكية في أنقرة المستمرة منذ أسبوعين والتي ضمت المبعوثة الأمريكية إلى سوريا جيمس جيفري ومسؤولين أتراكاً لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وصفت التهديدات التركية بإنشاء المنطقة الآمنة هذه المرة بالحقيقية والوشيكة وأكدت أن الوفد الأمريكي رفع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية الذي يزور أنقرة جاء لتقديم ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بالعرض الآخير لمعالجة مخاوف تركيا الصحيفة لفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلقت جهداً من أجل تجنب اشتياح تركي لشمال شرقي سوريا من المتوقع أن يبدأ خلال الأسبوعين المقبلين وأضافت أن اجتماعات أنقرة تتزامن مع ذروة الخلاف المستمر منذ سنوات بين الحليفين في حلف الناتو بشأن الدعم الأمريكي للميليشيات الكردية في سوريا التي قادت الحرب البرية ضد تنظيم الدولة بدعم أمريكي وتعتبرها تركيا إرهاباً يهدد أمنها وترى الصحيفة أن فشل الجهد الأمريكي قد يرمي بالمنطقة المدمرة بالحرب نحو اضطرابات أعمق ما يعرض للخطر جهود ترضي بقايا تنظيم الدولة فضلاً عن هدف ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا ويتضمن العرض الأمريكي عملية عسكرية أمريكية تركية مشتركة لتأمين شريط جنوبي الحدود السورية التركية بعمق 9 أميال وبطول 87 ميلاً يتم سحب مقاتلي الميليشيات الكردية منه وتقوم القوات الأمريكية والتركية بموجب هذه العملية بتدمير التحصينات الكردية وحراسة المنطقة الواقعة في الثلث الأوسط من الحدود الشمالية الشرقية بين نهر الفرات والعراق على أن يتم توضيح الأمور بشأن الثلثين المتبقيين في وقت لاحق في المقابل رفضت تركيا هذا العرض مع إصرارها على منطقة آمنة بعمق 20 ميلاً على الأقل مع تفضيلها السيطرة عليها لوحدها